بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزيزة ربط السادس الأداري رعيه العلمي والأدبي مرحبا بكم في لقاء جديد وصل من الكلام إلى الدرس الثالث من الوحدة الرابعة من الحديث الشريف الجهاد وكرامة المجاهد الحديث الشريف طبعا للشرح وهو الحفظ عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك صدق رسول الله صلى الله عليه وآله الكلم هو الجرح يكلم أي وجرح سبيل الله أي الدين في سبيل الدين في سبيل علاقة كنمية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله المسك مادة أطرية دهنية تفرز من دم دابه كالضبي تيتعاقذ غزال المسك والمراد أن الدم الشهيد أو المجاهد في سبيل الله رائحة طيبة كرائحة المسك المعاني سهلات وواضحات إن شاء الله والكلام عن المجاهدين في سبيل الله يقول الإسلام يدعو للسلم والسلام وليس أدل على ذلك من الدعوة الصريحة إليه في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سؤال يقول هل السم الذي يدعو عليه الإسلام عزيز قوي وليس ذليل مهين وليس ذليل مهينة السلم لا يعرض البلاد للخطر والدمار تمام السؤال التي أسأل لكم أنه ليس بحجة السلم تمام واحد يقعد ببيته ويسكت هذا ليس صحيح وبحجة أنه مسالم لا إذا يستوجب الأمر والحاكم الشرعي يأمر فيخرج يجاهد في سبيل الله تمام مزي ومن أجل ذلك شرع الله الجهاد صيانة لأرواح الناس ودفاعا عن دينهم وأوطانهم وليتمكن من أعداء رسالتهم تكلفهم الله بها ناعدنا سؤال لما شرع الله تعالى الجهاد صيانة لأرواح الناس دفاعا عن الدين والأوطان وتمكن من أداء الرسالة الإلهية هذا السؤال مهم تركزون علي ولم يشرع للغلبة وإنما شرع للدفاع وردي البغي والعدوان والغزوات الدفاعية للنبي صلى الله عليه وآله كانت دفاعية كما مذكور في كتب استيرة وفق الروايات الصحيحة زيم سأختصر شوي سأشرع الجهاد أيضا للمحافظة على المال والعرض فهو واجب مقدس زيم الإسلام أوجب الجهاد وحث عليه ووعد المجاهدين الثواب في الآخرة والنصر في الدنيا وأنذر متخلفين عن الجهاد طبعا بالذلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف ما ترك قومون الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعذاب تمام زيم يقول ولما كان الجزاء على مقدار التضحية وكان مجاهد أكثر الناس تضحية كان أعظمهم ثوابا وحسنهم جزاء ومن مظاهر هذا الجزاء أن كل مجاهد يجرح في سبيل الله ودفاعا عن كرامة أمته ووطنه وحقوقه ويرد شر المعتدين تمام يقول يجي يوم القيامة على الحالة يصيب بها في أثناء جهاده ويكون لدمه رائحة المسك وهذا جزاء عظيم جدا تمام فيكون في يوم القيامة موقف الشراف والكبرياء والتكريم زيم يقول استغل أعداء الدين كلمة الجهاد اذ صوروا اذ شوهوا صورته فراحوا يكفرون هذا وذاك ويقاتلون مسلمين ممن شهدوا أن لا إله إلا الله لقد استغل أعداء الدين كلمة الجهاد اذ شوهوا صورته فراحوا يكفرون هذا وذاك ويقاتلون مسلمين من شهدوا أن لا إله إلا الله تارة ذاكر لك مفخخات مثلا يزرعون هادقة الأبرياء وتارة بالسطو واخرى بتهجير بدعو الجهاد هذه الجماعات المنحرفة أصحاب العقائد المنحرفة تمام الباطلة الزائفة تمام التيارات المنحرفة أقول فهؤلاء الإسلام براء منهم تمام ويجب محاربتهم والوقوف ضدهم لحماية الوطن والمواطنين وصد بغيهم وعدوانهم أهم ما يوجد الحديث في الشريف أن الجهاد وأن الجهادة واجب مقدس ومن أجل الأعمال وباب من أبواب الجنة لكن مو أي واحد بكيفة يعني أنه يطلع ويجي بكيفة لا يتزم بالحاكم الشريك شنو يقول الحاكم الشريك هو يتزم باللي يقوله من شأن المسلمين أن يكونوا دوما مستعدين لمكافعة عدوهم مجهزين بكل وسائل القوة وعدوا لهم مصطعتم من قوة ومرباط الخيل وفي الحديث الشريف حثوا للناس على التسابق في مدينة الجهاد والتضحية لأنه فرض يمثل قيمة دينية ووطنية واجتماعية وخلقية ومن أجل الحفاظ على شرف الأمة وكرامتها والدفاع عنها من مطامع الأعداء أستطور الكلام واضح تمام؟ تركزون على ثواب المجاهد مثلا على علة تشريع الجهاد وأيضا أهمها وشكل دليل الحديث ودعا لكم النجاح والتوفيق إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة